شهد مهرجونو تورينتو السينمائي الدولي عرض الشريط التسجيلي لفيلم ملفات بي بي الذي يسرب مقاطع فيديو تبث للمرة الأولى عن جلسات التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيام ناتنياهو والتي وجهت إليه تهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة خبروا عرض الفيلم أثار غضب ناتنياهو بشدة ما دفعه إلى أن يطلب من المحكمة المركزية في القدس إصدار أمر فوري بحظر عرضه للإسرائيليين إذ يتناول الفيلم تأثير فساده على قراراته السياسية والاستراتيجية وما تسببت فيه من تخريب على عملية السلام والمساس بحقوق الفلسطينيين لكن القاد الإسرائيلي رفض إصدار أمرا مثل هذا وقال إن الفيلم يحتوي على مقاطع فيديو توثق تحقيقات الشرطة مع ناتنياهو وزوجته سارة ونجله يائر وإذا كان القانون الإسرائيلي يحضر نشر مقاطع من تحقيقات الشرطة في أي قضية لكنه لا يحضر على الأشخاص حصولهم على تسجيلات أي لا يحضر فيلما مستمدا من تلك الوثائق والفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته ساعتين انتاج مشترك للمخرجة اليهودية الأمريكية أليكس سيبلوم والحائز على جائزة الأوسكار أليكس جيبني وهو أمريكي إسرائيلي وحصل جيبني على التسجيلات المصورة العام الماضي وهي مسربة من الشرطة عن التحقيقات التي سجلت بين عامي 2016 و2018 بوصفها جزءا من جمع الشرطة الأدلة لتحديد ما إذا كان ينبغي توجيه لائحة اتهام ضد ناتنياهو وقد وجه ضده في عام 2019 وشملت تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمنة ونقلت مجلة فاريت الأمريكية عن جيبني قوله إن هذه التسجيلات ستصلت الضوء على شخصية ناتنياهو بطريقة غير مسبوقة وغير عادية وتعد دليلا قويا على شخصيته الفاسدة وكيف دفعت إسرائيل إلى الهاوية وعلى الرغم أن التسجيلات التي تحتوي على آلاف الساعات من التحقيقات التي تم إجراؤها لأكثر من ثمان سنوات فإنه لم يتم رؤيتها في أي مكان بما في ذلك إسرائيل بسبب قانون الخصوصية فيها وقالت المخرجة بلوم إن التسجيلات تبرز شخصية ناتنياهو بقوة وإن الفارق بين هذا الفيلم ونشرة الأخبار أو أي شيء قد تشاهده عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأن الفيلم الوثائقي يستخدم مقاطع فيديو الاستجواب كطريقة للدخول إلى قصة ناتنياهو رئيس الحكومة الأطول مدة في إسرائيل الذي تولى منصبه ستة مرات وقالت بلوم إن خطة الإصلاح القضائي لإضعاف جهاز القضاء التي أطلقتها حكومة ناتنياهو مطلع العام الماضي كانت أحد الأسباب التي دفعتها إلى العمل على هذا الفيلم ولفتت إلى أن حكومة ناتنياهو تحاول إصلاح المحكمة العليا ثم تشن الحرب على غزة بطريقة لم تكن لتحدث أبدا لو لم يكن لديها مثل هذا الاتلاف المتطرف وتعد قضية ألف أو ما تعرف أيضا باسم قضية الهدايا أبرز تهم الفساد وتلقي الرشاوي التي يواجهها ناتنياهو وتشمل عائلته أيضا بسبب مزاعم حول تلقيهم هدايا ثمينة من بينها مجوهرات لزوجة إحسارة من أثرياء بارزين على ما يبدو أن المصائب باتت تطارد ببين تنياهو الذي بات مستقبله السياسي على المحك ويواجه انتقادات حادة على خلفية إدارته للحرب على غزة ولعل أحدثها الأمر باعتقاله الصادر عن محكمة الجنايات الدولية وهذه الإدانات وغيرها كلها تشكل تهما دامغة لرئيس حكومة مدان بالفساد والاحتيال وأكثر من ذلك أيضا أنه أشد مجرمي الحرب شراسة في التاريخ الحديث